المهندس متحط سيد مدير مشروع بحيرة عين الصيرة بالفستات برحبك على شاشة اكسترا نيوز احنا هنا موجودين مع حضرتكم في بحيرة عين الصيرة هذه المنطقة كانت مقلب للقمامة كانت صرف صحي كانت تعاني من الاهمال تعاني من اقصى درجات التلوث زي ما احنا شايفين دلوقتي اصبحت من اهم المواقع جذب سياحي تضاهي افضل المواقع السياحية الموجودة في العالم كله جهد كبير جدا مهندس متحط احنا طبعا شايفينه من خلال جولتنا هنا في بحيرة عين الصيرة سريعا كده برضو لو تقولين ايه اللي تم حتى الان احبا اعرف حضرتك بمكوناتات مشروع هو عبارة عن 63 فدان عند البحيرة من 22 فدان والباقي كلها مناطق مفتوحة خضرة ومشيات وكافيات وكافتريات انا كانت البحيرة عبارة عن مخلفات ومنطقة عشوائية حوالي شلنا حوالي 200 الف متر مكعب مخلفات وازالات وقعدنا تطهير البحيرة بالكامل وقعدت تشكيلها بالشكل اللي حضرتك شايفها دلوقتي المكان اللي احنا وفينا عليه هنا ده اسمه الجزيرة الاستوائية دي هتبقى كلها اشجار والكافيهات والبوجودة هنا المشروع خد مجهود ضخم جدا بفضل التوجهات القيادة السياسية العليا ان لازم المشروع وجهة كويسة لمتحف الحضارة ان حضرتك عارفة ان هو المتحف ده اللي هتنقل اليه المهميات في احتفال عالمي فكان لازم لابد ان المكان ده يليق بهذا ويليق بالمكتاب احنا هنا برضو شايفين برضو ورانا يعني هذا المكان بيتميز انه زي ما طبعا ستل بشمهندس قال ملاصق لمتحف الحضارة وفي نفس الوقت عندنا مظارات سياحية عندنا مناطق سياحية لو تشرح لنا كمان ايه اللي خلف هذه المنطقة وبالقرب من البحيرة واحنا وقعين في منطقة تاريخية المنطقة التاريخية دي بتحوي اثار مهمة جدا واحنا وقفين هنا بنشوف الالعة الالعة هي الالعة زهرة واضحة تماما اللي اسفل منها الابة دي اللي هو مقام طابة طابة ده اثر مهم الابة الخضرة دي اه قبة الامام الشافعي فاحنا وقعين في نطاق منطقة تاريخية عبق التاريخ لها ماضي فاحنا بنعمل الحاضر اللي ناسب الماضي بتاعنا طيب الناس بقال هتيجي بعد كده هذه المنطقة هل هيكون في طريقة معينة كبري معين طريقة وصل اللي عايز يحب يزور هذه المزارات هذه المناطق السياحية وهو موجود هنا في البحيرة هو اول مرحلة اللي احنا بنشغل عليها اللي انا اربط هنا بالمتحف بحيث ان اي زيارات طبعا هيجينا وفود خارجية فبربط المكان بالمتحف اول حاجة في مرحلة تانية اللي هي مرحلة تطوير ما بعد المنطقة دي كلها ازالة العشوائيات وفيه بقى فيه ربط بحيث المنطقة تغير واجه مصر اشتركوا في القناة